حرب الغاز بين أمريكا وروسيا داخل أوروبا تتفاعل أكثر وأكثر خصوصا مع مزيد من العقوبات والضغوطات لأمريكا على القارة الأوروبية على أي شركة ستتعامل مع روسيا الموضوع با اختصار أن الروسيا يزاوي داخل أوروبا دون الأوروبيين 40% من الغاز طبعا هذا الرقم المهم جدا لا تستطيع أوروبا أن تتخطى الروس بعد الآن ماذا حصل مشروع كبير وقديم وصار جديد أيضا مشروع نورد ستريم 2 وهو مشروع أنبوب بمد الغاز الروسي إلى ألمانيا وبيلتف على أوكرانيا وبولندا وبيدخل بالمياه البلطيك وهيك بيتخطى بولندا وأوكرانيا اللي هو الروس منهم على علاقة جيدة مع بولندا منهم على علاقة جيدة مع أوكرانيا بيقطع الأنبوب فقط بأراضي فنلندا ثم بيدخل بمياه البلطيك وبيدخل إلى ألمانيا وبعدين على أوروبا الغبية كلها سوى وبالتالي هيك أي علاقات تشنج مع أوكرانيا بولندا روسيا لا تهتم لأنه شاهدنا في السابق أنه عم بيصير كان فيه عدة مشاكل بين الروس والأوكران خصوصا بمرور الغاز الروسي إلى أوروبا وكان يتوقف بضعة أيام وتتدخل المفوضية الأوروبية ويصير فيه نوع من الواسطة بين ميركل والروس والأوكران وبيخدوا أيضا رسم مرور الأوكران وأحيانا بيصير فيه نوع من التشنج وبيمنعوا المرور وبتبيعهم الغاز بسعر خاص وبتعرفوا كل المشكلة التي حصلت في السابق أيضا مع روسيا وبيلاروسيا أو روسيا البيضاء كلفة المشروع 10 مليارات دولار نتكلف كلفة كبيرة جدا 10 مليارات يورو أيضا طبعا ممول من غاسبروم الروسية والنصف الباقي أيضا ممول من عدة جهات لكن أيضا هناك شركات ألمانية شركات هولندية متدخلة أيضا ببناء هذا المشروع الكبير جدا الولايات المتحدة دخلت بقوة كانت وبدأت توقف ارتباط أوروبا القوي جدا بالغاز الروسي وفرضت عقوبات أيضا على بعض السفن والشركات المقاولة حتى في البعض وقف الأعمال طبعا الجزء الفنلندي تقريبا انتهى من العمل لأنه كان يقطع بأراضي فنلندا ثم يدخل في بحر البلطيك ليصل بعدها إلى ألمانيا هذه الفقرة من المشروع تقريبا انتهت بالتالي الأمريكيين الآن أكثر وأكثر عم بشددوا العقوبات وصار فيه نوع من التصريحات أيضا من ترامب أنه كيف بدهم أحيانا أنه يستيعدوا ألمانيا بمواجهة روسية والتجستس وبنفس الوقت أنه الغاز الروسي يتضفق بقوة على ألمانيا وعلى أوروبا بالتحديد طبعا الصراع ليس فقط على الغاز الصراع أيضا كان بالنفط شفنا عدة شحنات نفط أمريكية وصلت بالسابق لأول مرة وبولندا اشترت كمية حتى لو تكون رمزية ولكن تعطي نوع من فقط الرسالة كمان ليتوانيا ممكن لأنه الروس فيه ما عندهم علاقات جيدة خصوصا مع دول البلطيك وبالتحديد مع ليتوانيا وأيضا مع بولندا وأكثر دولتين يمكن أن لديهم نوع من التوتر دائما عدى أوكرانيا والقصة الكبيرة ولكن الدولتين بولندا وليتوانيا مع الروس ما فيه نوع من العلاقات الودية بين الدول السلاسة في الفترة الأخيرة شهدنا صعود للدولار بعدة دول وأيضا انهيارات بالعملات الدول الناشئة نتكلم نحن تراجعات بـ 340% سنأخذ عبر التاريخ ماذا يفعل الدول بالدول الناشئة تراجعات بـ 340% سنوات الدولة كما تتركون النتراتي لديك أمطرات الإدارة لكنها أيضاً لديك عاملتها في الفيديو إنه امطرات الإدارة الفيديوية إنه عاملتها في الوصف أمطر 1.8 ترين عاملتها الآن في الوصف مقفة داخل داخلون العالم. وهذا العاملية من المتحدث أنه سواسائر قول الغبول على العمل المقصها عما كواب للقل الإنسانية. الفن الرقم بين مقلقات الرقم مضوعًا السابعي في مهم عامل يفترضى من الغرب والمقاراتية، وهو مقلقات المالية من المنصفة المسؤولة على التقليل الإنسانية. بالنسبة للمصنف الرقمات السابعات العديد المنظر رحمن التحركية، وزيغت على ترليمات أدول العقلي من الإكارات، المده teore 뜻ة الأدولية للعبادة. على واحد معين، وجمال الأدولت على 4% من السلطان المنظم، من أجول الأمول، كممتلاب، ين، كنديان، وموضوع أدول، ومنشتوا السلطان. إنهيار اقتصادي وطلب المساعدة وتدخل بأزمة اقتصادية لا خروج منها. طبعا في عدة أمثلة في السابق. وفي أمثلة اليوم أيضا مثل لبنان. ولكن في أمثلة أيضا في السابق. إن كان مع بأمريكا اللاتينية خصوصا مع الأرجنتين. وأيضا كان في مع المكسيك. دائما البيزو الأرجنتيني والبيزو المكسيكي هن دائما بالواجهة. وفي أيضا العملة فينزويلا بالطبع. هذا بالنسبة إلى أمريكا الجنوبية. أما بالنسبة في السابق أيضا عملات الدول الأسيوية. وما بدنا ننسى الأزمة الأسيوية عام 1.97. بالنسبة إلى هذه الدول. أي ارتفاع قوي للدولار على عملتها. ممكن تدخلها بأزمة. وبالتالي احتياطياتها ممكن تتبخر. إذا تريد أن تحاول أن تدافع عن العملة. ممكن تحاول يوم يومين. بعدين متشاهد أنه ليس هناك جدوى من المحاولة أو من الدفاع عن العملة. والتالي تترك سعر الصرف بسهولة. بتشوفوا أنه العملة بتروح. مش بس مئة في المئة. تخسر بقوة. مثلا ممكن يكون الدولار على العملة ما. مثلا بيكون. خليني أخذ مثلا من الليلة اللبنانية. ألف وخمسة راحة. مثلا 8000 و10000. لاحظوا قديش صار فيه انهيار بالعملة. العامل المهم في الموضوع هو العملة الصعبة. وبالتالي فورا الرسمين الأجنبية تهرب من البلاد. وكل شيء بالدولار مستثمر أجنبي يهرب. لماذا؟ لأنه عندما يأتي المستثمر الأجنبي إلى أي بلد بغض النظر. يأتي ويجلس في البلد. على الأقل هناك مشروع يريده أولا شيئين. أول شيء هو الصقة. ثاني شيء هو الاستقرار. لأن لا يستطيع أن يعمل بشركة أو بمشروع أو بمشروع كبير تحالف وكل ذلك بدون ثقة وبدون استقرار للوضع الاقتصادي. وأيضا استقرار لوضع العملة. سنشاهد في الفقرة التالية. لماذا إذا انهارت مثلا الباونت في مناسبات أخي سابقة أو انهار اليورو أيضا. لا يحصل نوع من التضخم. لا يهرب الرأسمان الأجنبي في الفقرة التالية. عند البريكسد انهار الباونت من 51 إلى 11.16 حتى في جلستين أو سلاسة. لم يحصل أي شيء باقتصاد بريطانيا. لم ينهى الاقتصاد. لم يهرب للأسماء. الرسمية الأجنبية لم تهرب. وأيضا انهار اليورو من 41 إلى 21. ثم 1.5 أيضا لم يحصل هروب. ولم تطلب المساعدة. ماذا يا شري؟ طبعا تتذكرون عندما انهار الباونت وقت البريكسد 51 إلى 21.17. هل طلبت بريطانيا مساعدة من صندوق النقل؟ لا لم يحصل ذلك. هل بريطانيا خرجت منها الرسمية الأجنبية؟ أوقفت المشاريع. كل جهات الأجنبية والشركات العاملة هناك انسحبت تركت لندن. طبعا الآن عم تترك يمكن تدريجين لا تعرف بالنسبة إلى البريكسد. وليس بسبب انهيار العملة. أنا أتكلم عن سبب انهيار العملة. لم يحصل ذلك. هل صار هناك هلع؟ هل ذهب الناس إلى خليني أقول محلات السوبرماركت؟ محلات أيضا بالنسبة إلى المواد الأساسية؟ هل ارتفعت خمس مرات وست مرات الأسعار؟ لا لم يحصل ذلك. هل حصل تدخم عالي جدا؟ يعني العملة انهارت بقوة. هل أصبح تدخم ببريطانيا عشرة في المائة؟ خمسة عش في المائة؟ مستحيل أنه يحصل هذا. أيضا بالنسبة إلى منطقة اليورو. عندما تراجع اليورو نفس القصة. لماذا بالدول المتقدمة اليورو والباوند أيضا وحتى في اليابان إيزا كمين تراجع اليان بقوة لا يحصل ذلك. لأنه أولا بيكون في عمق بالنسبة إلى العملة وتداول والمعاملات التجارية بين الدول. وهذا هو الفرق بين دولة ناشئة ودولة متقطمة. بينما في المقابل إذا أخذنا دولة ناشئة. يعني عن دولة ناشئة. لا أتكلم عن الدول التي هي دون تصنيف الدول الناشئة. أتكلم عن دول ناشئة مثل برزيل. مثل روسيا. مثل تركيا. هذه دول تكون صاعدة وناشئة. عندما يحصل فيها أزمة عملة. يحصل فيها أزمة اقتصادية. في الدول المتقدمة. اليابان الدول الإتحاد الأوروبي. ألمانيا فرنسا. بريطانيا. عندما يحصل هناك أزمة عملة. لا يحصل أزمة اقتصادية أو تراجع للعملة. يحصل حتى أزمة عملة. لأن تداول موجود. وتعاملات أيضا بسوق الصرف. نتكلم عن هذه الأزواج. مخيف جدا يوميا. نتكلم أننا خمسة تريليون دولار بالنسبة. وكل عملة تاخد نسبة من هذه التعاملات. أعود إلى الدول الأخرى. ريال برازيلي. من شهد. لاحظوا التأثر مع كورونا. تأثر أيضا بتراجع النفط. أيضا روسيا. تراجع البرميل. سعر البرميل. تراجع أيضا. بسبب التراجع الاقتصادي أيضا من كورونا. لاحظوا التأثر. كيف ينتقل من أزمة العملة إلى أزمة الدولة. الليرة التركية أصلا أيضا. شاهدناها عند مستوات كانت في أصابق قبل سنوات. دولار أقل من ليرتين. بعدين وصلنا إلى مستوات فوق السبعة. يؤثر ماذا يؤثر بقوة؟ يؤثر على الدول. الديون اللي بيكون إخدتها الدولة هي وشركاتها المحلية إخده القروض. أو أيضا عندها مثلا بالعملة الأجنبية. وتريد أن تسددها بعد علة سنوات. وبالتالي تصبح مكلفة أكثر. لأنه بيكون خرج أكثر مع تدور العملة. أوتوماتيكيا يخسر رأس الماء الأجنبي. يخرج الرأس الماء الأجنبي. وبالتالي أيضا بيصير فيه نوع من أنه كل شيء بده يدخل من العملة الصعبة. بيصير فيه تردد أكثر وأكثر. وبتصير أيضا ترتفع بقوة. عام 71 بعد فاك ارتباط الدولار عن الدهب أصبحت فورا عملة. الدولار هي العملة الأولى في العالم و سيد العملات بدون أي منازع. ماذا حصل وقته؟ نحن 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 نقاط تقليل أستخدام ألا أعمال وضع من الموضوع أنها في المنطقة لفضل المنطقة و من العدد الألقاء القتيفة تقليل الغد للتقليل على Limit conقليل أخوة أيضا نقل بإمكانك المنطعة في المنطقة إلى المقيمة الغدية مراجعة جزءا من المنطقة أومي وضع لتقليل أساطها من خلالها حالياً من العالم الحالي ولكنه أيضا يظهر مختلفة في فيات والدول كيف يعملون ويعملون في الوقت بتجميع احتياطات قدر المستطاع من الدولار طبعا ستسفيدها في الأوقات الصعبة وكل دولة كانت حتى الآن تتباهى باحتياطاتها النقدية طبعا الدول بالعالم عندها احتياطيات أجنبية 60% من هذه الاحتياطيات هي في الدولار 20% 61% 21% هي في اليورو بالنسبة إلى اليوان الصيني فقط 2% الصين تريد أن تلعب هذا الدور كيف تستطيع أن تفعل ذلك طبعا بصعود الاقتصاد بشكل كبير جدا وأكثر وأكثر تكون اقتصادا مؤثر في العالم طبعا هو مؤثر في العالم اقتصادا وهي تدعم الطلب العالمي هذا لا شك فيه على الإطلاق ولكن كوجود أن تصير عملتها هي مسيطرة أو عندها مقام العملات الأخرى بعيدة جدا نتقلم بـ 2% رغم كل شيء 60% دولار 2% لوان الصيني 21% اليورو فقط الأرقام هي تتكلم بالنسبة إلى الاحتياطيات الأجنبية طبعا الدول كلاسيكيا يعني أول طريقة كلاسيكية عندما يصير في تراجع إلى العملة فورا تريده أن تدافع عنها بدون ما تضخ من هذه الاحتياطيات وعلى سنة تتبخر هذه الاحتياطيات ماذا تفعل؟ تلعب فورا بوسيلة الفائدة يعني ترفع الفائدة لتعطي قوة أكثر إلى العملة لكن هذا لا ينفع لأنه عدة مرات ممكن أن ترفع الفائدة على العملة يمكن يكون التأثير فقط لحظيا أو بضع دقائق بضع ساعات فقط ثم كأن شيئا لم يكن بعدها تحاول أن تتدخل الدول في سوق الصرف مباشرة يعني تبيع الدولار وبالتالي بيصير فيه نوع من تهدئة لصعود الدولار ولكن أيضا هذا لا ينفع كمان ممكن أنه يثبت ساعة ساعتين ثم تعود الأسعار نفس الشيء وبالتالي تخسر من احتياطياتها أصبحت الدول لا تريد أن تستعمل هذا الأسلوب وتريد أن تحافظ على الاحتياطيات لماذا؟ لأنه بيحصل عندها أمن أمن غزائي وخصوصا أمن بالنسبة إلى الواردات لأنه بيكون عندها مثلا تقدر تشتري المشتريات أو الواردات على سنة ونص على الأقل كمعدل بيكون وبالتالي بيصبح الموضوع أنه فيها تشتري فقط على ستة أشهر سبعة أشهر يضغط نقوس الخطر أهم عامل في الموضوع هو الصقة لأنه كيف هرب أو خرج الرأس مال الأجنبي المال الأجنبي يجب أن يعود مرة جديدة وهذه الصقة لا تقدر بسمن هي أقوى من كل الوسائل والأسلحة التي سيستعملها البنك المركزي وبالتالي وجود الصقة هي التي ترجع بالمال الأجنبي يعني المهمة هي لتهديئة الوضع فقط هي أنه البنك المركزي يجلب العملة الصعبة مرة جديدة إلى البلاد ما هي الإشارات الأولى لإحتمال حدوث أزمة عملة وبالتالي ممكن أزمة اقتصادية المحطة أعدادات العملة يتقدم في عامل ولكن هناك لنصبع هذا الوضع يتواجد في الوقت المدينة والذي تحدثت بإمكانت تقنايرها وأن النهادات المنزلية لديهم زلوط عملة تقوية الضوارات يتواجد في الموضوع الكثير من المفكزي الدولة العتلة الجدادية يستطيع قد تزيانات العديد من عبارات الأنفائه في الذهاب الآن يستطيع التزيان من العب你在 عمليات العامة دستيارية بالتفاعلية من قد الوصول العملية والدوري تدفع إلى سعيد والمدرق ب$253 موضوع في الناتضاء عام 2019 والذي يحضر بالشكل من التزيارية في منع ثم تقومية العامة المتبادية سوية الوصول النتائج يمكنك تأتي على الواجهة الناسة مع ويقع عدد حصلاتهم لأمين 7.7 أبنون أصبحت. أيضا، هذا المبارك ينريح أن مستقرة في حطوث النتائج العالم يقع على تحوك أن تحوك وفي المبارك الناس يجب أن نتعانكم بشكل كذلك بمجدد المنزل المجانبين لتأكد منها مؤسسة فرعام هناك عدة مؤشرات يجب الانتباه دائماً إليها بالنسبة إلى احتمال بداية أزمة عملة فمثلا يجب مراقبة الاحتياطيات الأجنبية ولكن يجب مراقبة الحساب الجاري عجز الحساب الجاري بانتيازه هو بيعطي إشارات قوية لماذا؟ لأنه هناك عدة جداول عليهم مثلا إحنا غير أنه قصة الصادرات والواردات والميزان التجاري أيضا هناك عامل مهم جدا وهو الخروج والدخول وتحويلات الأجانب فمثلا خليني أقول التضفقات المالية من وإلى الاقتصاد هذي كتير عامل مهم جدا بيعطي قديش عم يكون فيه ثقة بالاقتصاد ولكن بالنسبة إلى تحويلات الأجانب إذا أخذنا مثلا لبنان لبنان كانت هناك تحويلات للأجانب سنويا بحدود السبعة مليارات دولار ماذا يعني هذا الرقم بداية يجب أن أعرف حجم الاقتصاد إذا كان حجم الاقتصاد ستين سبعين مليار دولار نحن نتكلم عن أكثر من 10 في المائة 10 في المائة يأتي سنويا تحويلات من الخارج يدخل عملة صعبة إلى البلد هذا رقم كبير جدا وبالإضافة إلى السياحة هؤلاء الرقمين هن بيأتوا بالدولار بشكل مباشر وبالتحديد هن تحويلات الخارجية هذا هو مصدر الأول والرئيسي للدولار عندما يتوقف هذا التحويل من الخارج طبعاً حيكون فيه ليس هناك بديل وبالتالي حيكون فيه أزمة والدولار أكيد حيبدأ بالارتفاع عجز الحساب الجاري يجب السيطرة عليه متى كان فيه سيطرة على الحساب الجاري والعجز عندما يحصل إذا كان هناك دائماً نوع من أنه دائماً الدول الأجنبية مستعدة أن تسكر هذا العجز بطريقة أو بطريقة أخرى وأيضاً يكون هناك استمرارية بالنسبة إلى صعود الصادرات كمين هذا لاعب مهم جداً ولكن عندما يتفاقم الوضع ويصبح سيئاً يجب دق نقوس القطر أيضاً هناك رقم مهم جداً وهو مستويات الدين العام عندما يتفاقم الدين العام وأيضاً يصير فيه ارتفاع بعجز الحساب الجاري مشكلة كبيرة جداً وخصوصاً أيضاً ديون الشركات البلد ليس فقط الدولة بحد ذاتها وإذا كانت هذه الشركات المحلية خصوصاً متوسطة والكبيرة يعني آخذ الديون بالعملة الصعبة هناك المشكلة لأنه عندما يحصل فيه هناك نوع من تراجع للعملة بيصير فيه أن ترد الدين صار مكلف أكثر وأكثر وأكثر هناك إشارات أخرى أيضاً تعطي يعني بعض الإنذارات بالنسبة أنه ممكن يحصل تراجع كبير بالعملة ما هي وما أبرز هذه الإشارات طبعاً بعض الإشارات المهمة جداً هي ضعف اقتصادي بداية ضعف اقتصادي طباطئ اقتصادي أيضاً يعطي بعض الإشارات إلى هذه الدولة هناك مشكلة ما طبعاً هذه تستمر فترة وليست فقط أنه إشارة صغيرة أم لا هنا يحصل بعض المضاربات على العملة وتنجح أحياناً بتحريك معدل الصرف خصوصاً مثلاً في لبنان إذا كان معدل الصرف كان سابق تنجح هذه المضاربات بهز هذا المعدد متى اهتزت هذا المعدد؟ اهتزت الصقة إذا اهتزت الصقة هرب الأجنبي فوراً وهرب الدولار وكل من يحمل دولار تم إخراجه بالتالي نحن ناخد هنا مثل بأي بلد وخصوصاً بالدول مش الناشية اللي هي من المصنفة حتى بمرتبة الدول الناشية مشكلة كبيرة بالنسبة إلى العملة عند النيارة لا تستطيع أن تتحكم بأي شيء تصبح مشكلة اجتماعية وأيضاً تصبح قصة كل شيء الواردات مشكلة بحد ذاتها يعني نتكلم ب فقط بالواردات في أشياء أساسية يجب أن تشتريها الدولة شهرياً يجب أن تستورد هذه الأشياء وبالتالي هنا تصبح المشكلة كبيرة جداً ولكن أيضاً المهم هو المبلغ الذي تأخذه الدول لأنه من بعد ما يصير فيه أزمة عملة تصبح أزمة اقتصادية أكيد حيزها إلى صندوق النقد إلى المساعدة مساعدة من الدول وبعدها يلجأ إلى صندوق النقد الدول طبعاً مساعدات الرقم يجب مقارنته بحجم الاقتصاد يعني مثلاً اقتصاد 100 مليار وأنت حصلت على 15 مليار دولار عندما تضخ في هذا الاقتصاد 15 مليار على مئة تضخ 15 في المئة من الاقتصاد سيولة قوية جداً وكبيرة يجب أن تحدث صدمة إيجابية إذا أحسن استعمال طبعاً المبلغ وبالتالي يصير فيه نوع من تحريك للوضع يعود بعدها الصقة وممكن أن ترجع تجذب بعد ما خرج وهذا الأهم بكل الموضوع أعود وأكرر أن الصقة هي أهم عامل على الإطلاق ولا نستطيع أن نحدد كلفة هذه الصقة لأن كلفتها عالية جداً واستعادتها أيضاً أصعب بكسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر